هذا ويتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين وتتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمة الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى وللمزيد ينضم إلينا من أسوان مراسل التلفزيون المصري محمود ديجاميل محمود بعد التحية يعني تصف لنا الأوضاع لديتو والخدمات المقدمة للوافدين سواء من المصريين أو من السودانيين أو غيرهم من الدنسيات على المعابر بين مصر والسودان بالتحية لازالت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الخدمات للوافدين السودانيين بكل المحطات التي يصلون إليها بدءا من معبر قسطل ووصولا من منديدة أبو سنبل وحتى في محافظة أسوان كل هذه الخدمات لازالت تقدم للوافدين السودانيين في ظل التوافد المستمر عبر معبري قسطل وأرقين وتحديدا الخدمات الصحية التي تقدم لهم سواء في معبر قسطل باستقبالهم بأول خدمة تقدم لهم الحجر الصحي الإطمئنان على بالطبع التأكد أولا من عدم الإصابة بأي أمراض معينة من قبل الدخول إلى معبر قسطل ثم بعد الدخول من بوابة معبر قسطل يتم استقبالهم من قبل جمعية الهلال الأحمر لتقديم أولا الخدمات الجذائية لهم وتقديم عدد من الوجبات الجذائية أو حتى الإطمئنان على فيما يتعلق بقياس الضغط أو حتى يعني بعض الأدوية التي توجد في النقطة الطبية الثابتة لجمعية الهلال الأحمر ومن ثم أيضا مضاعفة الأطقم العاملة في مكتب الجوازات لتسهيل عملية يعني إنهاء إجراءات ودخول الوافدين السودانيين الوافدين السودانيين أيضا ينتظرون بعد يعني دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في أن تهدأ الأوضاع داخل السودان ويتمكن عدد من ذويهم الذين تركوهم هناك في السودان أن يلحقوا بهم هنا في مصر كما تحدث إلينا يعني بعض الأسر الذين التقينا بهم في أسوان وتحدثوا عن أن هدوء الأوضاع يمكن عدد من الأسر السودانية أو يعني بعض ذويهم في الانتقال من السودان من خلال وادي حلفة ومعبر قسطل وصولا إلى وادي كاركر في أسوان في أسوان وفي وادي كاركر محطة أخرى وهام تقدم كل الخدمات المختلفة نتحدث عن عدد كبير من المبادرات المجتمعية التي تقدم للأهالي في وادي كاركر فتح المنازل توفير الحافلات التي تنقلهم خارج وادي كاركر وأيضا توفير عدد من الأدوية من خلال التواصل مع المنظمات والجهات المختلفة التي تعمل على مدار الساعة في توفير كل الاحتياجات للوافدين السودانيين بخلاف النقطة الثابتة والعيادات الثابتة والمتنقلة التابعة للهلال الأحمر أو لوزارة الصحة والسكان في موقف كاركر الدولي التي توفر أيضا خدمات الدعم النفسي من خلال وجود منظمة اليونيسيف في نادي الأسرة ودعم الأطفال من خلال بعض الأنشطة المختلفة هذا بالإضافة أيضا إلى وجود الوجبات الجذائية التي تقدم من قبل وزارة الشباب والرياضة فنتحدث عن أن كل الجهات في محافظة أسوان تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للوافدين السودانيين نتحدث عن أكثر من 220 وافد من السودان وفدوا من السودان من السودانيين والرعاية الأجانب من 25 جنسية مختلفة يعني تم تقديم كل الخدمات لكل هؤلاء الوافدين مع بالطبع تقديم كل التسهيلات فيما يتعلق أيضا بوجود العبرات التي تنقل الوافدين من خلال مرسى حجر الشمس وصولا إلى هنا في ميناء أبو ثمبل النهري ثم التحرك إلى أسوان وموقف كاركر الدولي بالإضافة إلى الخدمات الصحية الثابتة المتمثلة في مستشفى أبو سنبل الدولي وأيضا في أسوان مستشفى أسوان التخصصي ثم مستشفيات جامعة أسوان التي مازالت تعمل وتقدم كل الخدمات الصحية للوافدين السودانيين وإجراء العمليات المختلفة وتقديم كل الدعم اللازم لكل الوافدين شكرا جزيلا محمود جميل على كل هذه المعلومات كنت معنا من أسوان